بعد أن حبس سكان ولاية فلوريدا أنفاسهم طويلاً بانتظار إعصار إيرما ضرب الإعصار الولاية برياح عاتية تجاوزت المائتي كيلومتر في الساعة وبأمطار لا تتوقف تسببت بمقتل عدداً من الأشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من ثلاثة ملايين شخص وفقاً للأرقام الأولية إيرما تراجعت قوته إلى الدرجة الثانية بعد أن كان قد وصل إلى الخامسة وهي القصوى في بداياته وذلك بعد أن دخل البر الأمريكي للمرة الثانية ولكن هذه المرة من جهة الساحل الغربي لفلوريدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعد بزيارة فلوريدا في وقت قريب جداً أعلن فلوريدا منطقة كوارث كبرى في إجراء سيمكن سلطاتها من الاستفادة من مساعدات فيدرالية إضافية لمواجهة تداعيات الإعصار التي لم يتم حصرها بعد أتمنى أن لا يكون هناك عدد كبير من الأشخاص في مصاري هذا الإعصار فلا أحد يرغب أن يكون في مصاريه نحن حاولنا أن نحذر الجميع وأغلبهم ابتعدوا عنه إنه أمر سيء أن تجد نفسك في مصاريه من جانبها أكدت السلطات المحلية في فلوريدا على أنها تنصق مع الحكومة الفيدرالية محذرة في الوقت نفسه قطني الجزء الغربي من الولايا من توقعات بازدياد قوة الإعصار هناك القسم الأكبر من فلوريدا يخضع للتحذير من هذا الإعصار والملايين من سكان الولايا قد تأثروا به هناك خطر حقيقي من أن تزداد قوة العاصفة على طول الساحل الغربي في فلوريدا حيث ازداد تأثيرها إلى 15 قدما على مستوى سطح الأرض في جنوب شرق فلوريدا ووفقا للتوقعات المناخية الأخيرة الخاصة بإرما فإن عين الإعصار تقع حاليا على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة نيبلز جنوب غربي فلوريدا حيث يتقدم شمالا بسرعة 22 كيلومترا في الساعة في ظل استمرار التحذيرات من تشكل فيضانات خطرة بالإضافة إلى الرياح المصاحبة له والتي لا تزال قوية جدا وبعدما دخل إرما إلى اليابسة في فلوريدا بدأ يخسر كثيرا من سرعته ليتحرك ببطء نحو شمال الولاية حيث من المنتظر أن يصل هناك عصر اليوم